اشتركوا في القناة حمرابي خمسين وخمسة وعشرين خمسة وسبعين ترجعوا تاني في المباراة الملوك مية وخمسة وعشرين مية وخمسة وعشرين هترتاحوا جداً قبل الفقرة الأخيرة فقرة عجلة الحظ محمد الكوليني السؤال الأول رياضة محمد علي كلي هو بطل عالمي بأحدى الرياضات فما هي؟ الملاكمة الملاكمة الهرف الأول من أصابير لعبة الملاكمة برافو عليك بحام هدف بلا مقابل سلمة أسؤال التاني رياضة محمد كرم هو أول بطل مصري من قادرون باختلاف بأحدى الرياضات فما هي؟ هيا بصراها غطس غطس؟ إيمان إيمان السؤال اللي جاي ليكي بالفضل محتاجة تحرزي هدف السؤال الثالث السؤال الثالث من هو الفنان الذي قام بدور أدهم في مسلسل الأدهم؟ دوسي على البزر لو عندك إجابة ياسر جلال؟ ياسر جلال؟ ما كانش في المسلسل أسهل مما ممكن تتخيل أحمد عز أكيد طبعاً إجابة خاطئة مين بقى؟ أحمد عز أحمد عز دار منك الهدف يا إيمان أردك سهيلة السؤال اللي جاي ليكي سؤال الرابع فنون كل ما في القلب هي أغنية الفنان مصري معاصر فمن هو؟ كل ما في القلب هو اللي أقلفها ولحنها ووزحها سؤال عشور؟ تأمر عشور للأسف الشديد إجابة خاطئة مين بقى حد أعرف؟ الصفة كامل لا أدهم سليمان هارد لك عندنا لسه هدف سلمة وهدف الكليني ما عندناش هدف تانية محمد عادل أسوال خمس جغرافيا يقع جبل فرواع بأحدى الدول الخليجية فما هي على ارتفاع 3009 متر أعلى قمة في الدولة دي بفرق 2 متر عن جبل السودة قاسوا الجبلين في 2018 محمد عادل اللي جابتك سعودية السعودية الغرف التانية الغرف التانية براب عليك يا محمد هدفين مقابل هدف خير دي العودي أسوال السادس جغرافيا تقع بحيرة غار الملح بأحدى دول شمال إفريقيا فما هي مساحتها 35 كم مربعة مشهورة بالشواطئ والمياه النقية والطبيعة الجميلة ملقبة بمالديف الدولة دي تونس ملقبة بمالديف تونس الهرف التاني رابعا لك يا خالد هدفين مقابل هدفين موضوع تقزم جمال محمود السؤال السابع أدب من هو شعر العمية المصري الراحل مؤلف قصيدة الخط ده خطي غنيها ولحانها الشيخ إمام جمال محمود محمد علي دسلك على البزر ما هو بيعرف يدوس على البزر حبيبي يا محمد هو كان عايز يسمع الأول المعلومات عايز أدوله بس عايز أدوله بس لا هو عنده يعني ثابات انفعالي وهادي جمال محمود جابتك أحمد فاد نج أحمد فاد نج الهدف الثالث وفرق التائدين هما كمان عادوا تلحنها وغنتها تاني كده عندنا ثلاث هدف مقابل هدفين أحمد جمال محتاج تتعادد سؤال الثامن أدب أديب أمريكي مؤلف المجموعة القصصية رجال بلا نساء فمن هو؟ من وداوت ومن أربعتاشر قصة عن العلاقات الملخبطة ثانية خلد العود مش هيستنك عيدوسك على البزر عن العلاقات الملخبطة بين الرجالة والستات وكمان قصص عن تحايا الحرب إيرنست هيمينجوي إيرنست هيمينجوي أحمد جمال فكرت الهرف الثالث ثلاث أهداف مقابل ثلاث أهداف محمد علي ومحمود مجدي محمد علي السؤال اللي جاي كدرات زينية وعندك عشر ثواني والسؤال سهل وما تستعجلش أسوال التاسع حين المسألة الآتية أربعين في خمسة على تمانية في عشرين يساوي كان دوست على البازر ليه؟ عندك عشر ثواني إجابتك في عشرين محمد ما حدش بيدوس على البازر غير لما بيكون عنده الإجابة متين واربعين متين واربعين إجابة خاطئة نفسي أعرف أنت مستعجل ليه؟ ما عندك عشر ثواني لما ما أخدش وقت قبل من الوقت بيجري دول عشر ثواني أنت مخدتش ولا ثانية خسارة جداً الإجابة خمسمية محمود مجدي لو إجابتك صح خمسة وعشرين نقطة الملوك مية خمسة وعشرين لو إجابتك غلط هنلعب على الهدف زهبي مسؤال عاشر حل المسألة الآتية خمسة فاربعة في مية وعشرة زائد عشرين إيساوي كان خمسة فاربعة في مية وعشرة زائد عشرين إيساوي كان ثانية محمود مجدي إجابتك 240 240 إجابة خاطئة 230 لا أرضو 220 هارد لك ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ودلوقتي هنلعب على الهدف الزهبي السؤال يعتمد على السرعة ليكم أنتو الثمانية الهدف الزهبي مقلومات عاما من هو السياسي الإفريقي الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1964 خالد العوضي نيلسون مانديلة مدى الحياة أه أمال إزاي بقى؟ رئيس فاربعة وتسعين أطلع بعد كده بقى الهدف الزهبي مانديلة فضل في السجن 27 سنة 25 نقطة لفريق الملوك طبعاً روضة في قمة السعادة 125 فريق الملوك 50 حمرابي فريق الملوك متقدمين 125 نقطة حاسين بأهمية الثلاث نقاط يا هبا في الزهبي طبعاً في فرق بين الحلقتين اللي فاتوا وبين أدائي في الحلقة دي حاسس بثقة أكتر اكتسبت خبرة أكبر وسعيد جداً طبعاً أنا قدرت أحسن الهدف الزهبي عشان نقضي 25 نقطة ونفرق بالسكور فريق حمرابي مش عايزين يودعوا البطولة بدون نقاط ولكن هما في قمة الاستعجال وقمة التواطر وده أثر على نتيجة المباراة عجلة الحظ ممكن نقدر نعوض فيها ونقدر نحرز الثلاث نقطة بس ده هيعتمد على المجالات اللي هتيجي في الأسلام طبعاً عجلة الحظ هتفرق فليني تشوف عجلة الحظ حيبقى رأيها إيه ويطار فريق حمرابي حيعرف يختف المباراة في عجلة الحظ ولا الملوك حيزودوا النتيجة علشان يحفظوا على أمل البقاء والوصول إلى دور التمانية هنخرج فاصل وحنرجع مرة تانية مع آخر فاكرة فاكرة عجلة الحظ والعباكرة وبكده أصحابنا العباكرة قادرون باختلاف جمعه 25 نقطة في فقرة ضربات الجزائر وكل نقطة بألفين جنيه بما يساوي كمسين ألف جنيه ويبقى الرسيد لحد دلوقتي 350 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم ملف القادرون باختلاف اجتماعياً وعلمياً وثقافياً ومهنياً في جميع محافظات مصر هذا البرنامج برعاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر